في بيان صادر عن غبطة الكاردينال لويس رفائل ساكو أدانت الكنيسة الكلدانية في العراق ما يحصل في الأراضي المقدسة ولبنان من صراعات وخراب وتهجير وقتل آلاف الناس بينهم مدنيون أبرياء من أطفال ونساء ووصفت الكنيسة هذه الأفعال بأنها تتقاطع مع القيم الروحية والإنسانية داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته المشتركة والتحرك السريع والجاد والملموس لوقف الحرب والبحث عن معالجات دائمة للمشاكل والأزمات في المنطقة حتى يعيش الناس بحرية وكرامة وسلام واستقرار